بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدين ومتابعين وحلقة جديدة من إسأل مع دعاء وإحنا في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم لازم نفتكر الناس الأنقياء الأطقياء اللي دايما بنشبههم بالملائكة يعني يقول لك إيه فلان ده ملائك ده ملائك ده اللعيبة متطلعش مبقق ده ما بيغلطش فلانة دي دي زي الملائكة نسمى الطفل ده ملائك فدايما بنشبه الناس الأنقياء الأطقياء بالملائكة فعشان نبقى شبه الملائكة يعني محتاجين نقلدهم شوية أو محتاجين نعمل زيهم طب هم بيعملوا إيه ما أعتقدش إن في عندهم غل ولا حقد ولا بينموا ولا بيقولوا حاجة سيئة ولا بيشتموا ولا بيسبوا ما أعتقدش إنما إحنا ما نعرفش هم بيقولوا إيه إنما القرآن الكريم دلنا على حاجة هم بيعملوها طول الوقت وإحنا عشان نبقى زي الملائكة ممكن نقلدهم في القصة دي إيه هي الحاجة بيصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إحنا محتاجين نقلد الملائكة في الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في سورة الأحزاب لآية 56 وده نداء من نداءات الرحمن للمؤمنين إننا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وحلقة جميلة وبداية العشر الأواخر نبدأهم بالصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فضلت الشيخ أشرف الفيل إزاي حضرتك؟ إحنا وسهلا يا فعل أحكي لنا بقى على جمال الصلاة على النبي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ومجيد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 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 وسلم أجمعين الحقيقة هذه الآية تختلف عن غيرها من الآيات التي فيها نداءات الرحمن لبني آدم أو للمؤمنين جميعا فهذه الآية قبل أن ينادي ربنا سبحانه وتعالى الناس المؤمنين قدم لهم مقدمة يعني كل مرة يقول أيه الذين آمنوا كل يأمنوا فعلوا أيه الذين آمنوا وقيموا الصلاة لكن دي ما بدأش آه ما بدأش فعلا بيا أيها إنما بدأها بتقدمة كأنه بيحدث مقدمة لمزيد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول إن الله في الأول كده جملة مؤكدة إن الله وملائكته يصلون على النبي ولما دي حط النداء قال صلوا ومعنى صلوا ده فعل أمر فكأن فيه جملتين جملة اسمية الجملة فعلية الجملة الاسمية اللي بدأ بها الجملة التي تفيد الدواب والاستمرار فإن الله وملائكته يصلون على النبي فهذه جملة الاسمية أمر مستمر على طول لا يتوقف وجاب الفعل يصلون بالمضارع أيضا يفيد التجد والاستمرار والجملة التانية الفعلية صلوا عليه صلوا أيها المؤمنون عليه وسلموا تسليمه هذا بصيغة الأمر فصارت الصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يصلي مرة واحدة في العمر كله وإلا إن لم يصلي مرة واحدة على النبي في العمر كله فقد أوقع فرضا من الفرود التي فرضها الله عليه إنما خلينا نشوف يعني الصلاة على النبي فرض؟ فرض مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر إنما نحن محتاجين نصلي على النبي قال لي إيه العمر كله لما الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي كلها هجعل لك ربعها قال له لا 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 يكفيك طب نصها طب تلتنها طب أجعل لك صلاتي كلها كل ذكر صلاة عليك إنت بس قال إذن يكفي همك يا دوب يا دوب يكفي الهم بتاعك يزيعه فاللي عنده هم يصلي على مين على النبي عليه أبطل الصلاة والسلام اللي عنده حزن يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي له حاجة عند ربنا يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي لها ثلاث أشكال صياغ ولا أشكال أشكال شكل الصلاة من الله على النبي تختلف عن شكل الصلاة من الملائكة على النبي تختلف من شكل الصلاة من البشر على النبي فصلاة الله على نبيه رضوان عليه صلاة الله على نبيه رضوان على نبيه ورحمه والصلاة من الملائكة على النبي استغفار له وصلاة البشر على النبي تعظيم له صلى الله عليه وسلم لأننا ما بنقول شي حاجة البشر على النبي تعظيم إما لإيه الاستغفار؟ الملائكة الملائكة للنبي استغفار له استغفار الله رضوان ورحمة يعني الله حينما يصلي على النبي رضوان ورحمة أي أن الله راض عنه فكأن الله دائما يقول له يا محمد أنا عنك راضي أنا عنك راضي أنا راضي عنك وهكذا والملائكة يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون له والبشر يعظمون رسول الله بالصلاة عليه لأن البشر لا يقولون صلاة على محمد الصلاة عليك محمد اللهم اغفر لمحمد ما يقولون هذا وإنما البشر يطلبون من الله الصلاة على النبي فهو تعظيم من البشر للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمانوا صلوا عليه وسلموا تسليمه قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليه هم الصحابة قالوا علمنا ربنا بقول صلوا عليه وسلموا تسليمه علمنا كيف نصلي عليه قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سلم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيب دي أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صيغة لأن النبي اللي قالها مباشرة دي نهاية التشاهد أو الجزء التاني من التشاهد هل وإحنا بنذكر طول اليوم نقولها كده ولا نقول اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله محمد ينفع أقول صلى الله عليه وسلم وينفع أقول اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وينفع أقول اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وينفعوا له عليه الصلاة والسلام كل الجمل تنفع علينا بنقولها إنما أصل الجمل اللي علمها النبي للصحابة علمنا كيف نصلي عليه قال قولوا الله ما صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهكذا الحديث خلاص كده قد بالنسبة للصلاة والله سبحانه وتعالى جعل ميزة للنبي في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة أن يرد الله أن يرد الله روحا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي ليسمع من يصلي عليه يوم الجمعة بالتحديد ليلة الجمعة ويوم الجمعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا كانت ليلة الجمعة فأكثر من الصلاة علي فإن الله يرد إلي رؤي فأسمع صلاة كل واحد منه فإحنا يوم الجمعة يوم الخميس بالليل نقصر من الصلاة على النبي يوم الجمعة نقصر من الصلاة والتسليم على سيد المنسلين صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بقى عشر ومن صلى عليه عرص الله عليه بما؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول اللهم صلي على دعاء لو صلت على سيدنا محمد؟ لأن صلاة الله رضوان على العبد وصلاة الله رحمته للعبد يا أيها الذين إن الله ما لا يكتو صلونا على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طيب الصلاة عليه وعرفناه سلموا تسليما إزاي؟ أيوة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصد منه شيء من اثنين الصحابة في عصر النبي إذا دخلوا على النبي يسلمون عليه ومعنى السلام عليك أي أدعو الله أن تسلم من الأذى والإفن خلاص وإحنا بقى سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره صلى الله عليه وسلم لما ندخل عليه نقول له السلام عليك يا سيدي رسول الله وإحنا بنقول الكلام ده يرد الله روحه يرد الله سبحانه وتعالى روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيسمع مننا السلام ويرد علينا السلام هو اللي بيرد علينا عن السلام ده في الروضة ده في الروضة الشريفة وانت بتعد تسلم على سيدنا النبي فبتقول له السلام عليك يا رسول الله وانت داخل بس تسلم على سيدنا النبي وعلى سيدنا البقر وعلى سيدنا عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام بيرد عليك السلام فهذا هو التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو التسليم من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم من الملائكة على النبي لما كانوا يدخلون عليها السلام عليك يا رسول الله وهكذا وبعدين لما دخل النبي عند الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج ودخل وربنا سبحانه وتعالى قال له السلام عليك يا محمد شوفي قد إيه بقى السلام عليك يا محمد بعد الفاصل أسئلة الفتاوة أهلا بكم مشاهدين مرة تانية عايزين نسأل عن الأعداد بقى فكرة أن أنا أصلي على النبي كم مرة وهل في أوراد هل في طريقة معينة للصلاة على النبي بالأعداد الأعداد عشر مرات في الصباح في أذكار الصباح وعشر مرات في أذكار المساء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميده المجيد دي عشر مرات في أسكار الصباح وعشر مرات في أسكار المساء خلاص دي حاجات السبتة لكن لو واحد صلى على النبي كل يوم ألف مرة حرم الله وده ساده على النهار بسيطة خالص لو واحد فضل قاعد كده كل يوم يقول ألف مرة كنت فاكر ألف مرة أنا كنت فاكرها صعبة وبعدين لما بقت صحاب يجبوا لي السبحة اللي هي الرقمية دي وفي ناسة معرفش كم بتحرمها معرفش ليه بس سهلت الموضوع جدا فجأة وأنا مثلا في الطريق في العربية ألاقي ألف مية خمسة وعشرين عملت مثلا ألف ومتين مرة ألف وكده فبتسهل يعني فأحنا نصلي على النبي ناخد ورد كده فالعشر الأواخر دور من رمضان ونعود بقى نقول إحنا هنقول كل يوم ألف مرة الصلاة على النبي مش تاخد منك ساعة فناخد ساعة بقى نختار ساعة في اليوم ونختار الساعة نين بقى ساعة الحلوة بقى هل لازم نصفي ذهننا ولا ممكن نصلي وإحنا بنعمل ممكن نصلي وإحنا بنعمل ست بتطبخ ست بتلبس عيالها بتحمي يعني ممكن تصلي وإحنا بتحمي وبتعمل لبس ولتها وهي بتعمل الأكل وهي بتعمل كأسلام ده لو عملت الأكل بالذكر ده موضوع تاني مختلف لو تعمل الأكل بيطلع مختلف لو صلت على النبي أساس السلام بس خلينا ناخد الساعة اللي هي دايما بنقع فيها في النوم اللي هي قبل الصحور بساعة إحنا لو افترضنا الفجر بدينا ساعة أربعة فمن الصحر تلاتة ونص نقعد من اثنين ونص إلى تلاتة ونص واقول هنخلي الساعة دي ألف مرة الصالح على النبي أساس السلام قد إيه لما الواحد الساعة دي قرآن أو ذكر قرآن أو صالح على النبي أو ذكر كلها تمشي ما هي صالح acontecer للنبي عزيزيز والقرآن ذكر والقرآن ذكر والصلاة ذكر يعني البريد اللي هي مش قادرة تصلي في رمضان تصلي على النبي تقرأ قرآن تقعد تفضل قعدة في اتجاه القبل وتقرأ القرآن لا حارجة في ذلك ما عندهش أي مشكلة في حاجة تكمل الورد بتاعها تكمل القرآن بتاعها بتعمل كل حاجة بتتعامل بعد الصلاة بس طيب السيدات اللي بيحدنا ويممكن ينزلوا المسجد يحضروا بس الصلاة يعني فيه كتير بتلاقيهم الصلاة تبدأ هم قاعدين وراء على ركن كده ما بيعملوش حاجة غير ان هم قاعدين بيسمعوا القرآن هل لها ثواب يعني نال أزلوري حقا طبعا لها ثواب عظيم انها تقعد تحضر الذكر ومجالس العلم ومجالس الذكر المرأة الحق يلوزوا لها ان تحضر مجالس العلم لا حارج في ذلك وانها تقعد تستمع إلى القرآن الكريم وتقعد تسمع الشيخ هو بيقرأ والكلام ده كله في صلاة الترويع والكلام ده كله كل ذلك لا حارج فيه والأصل بدل ما تفضل قعدة في البيت وحتروح بقى ناحية التلفزيون وراح تكزدها خليها بقى تقعد أصلا الستات اللي بيدخلوا على الروضة الشريفة ومشاعرهم بتبقى معلنة وبتقول بقى يا حبيبي يعني بتقول كلام مش الكلام اللي المفروض السلام عليك يا رسول الله يعني مش بتقول ده بتقول حاجات تانية يعني مش محتاجين نقول كلام منمق في الدعاء لكن السلام واضح بتقول السلام عليك يا رسول الله ده واضح لأن احنا لازم نسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش كل الستات هتنمق الحد دي مش محتاجين تنميق في حاجة لكن كل واحد يقول مشاعره ويقول اللجواه ويقول زي ما هو عايز لكن الأفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو واحد قال حاجة بشرط قال لا يكون في ذلك دعاء يعني ما قلوش يا رسول الله اهدي لي ابنيه اهدي لي ولد لا 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 ما نقولش كده خلي ما نقولش من النبي ده ده حاجات تطلب من الله سبحانه وتعالى فقط الهداية الأولاد والرزق وصعة الرزق وصعة المال وكذا وكذا ده من الله سبحانه وتعالى ده يبطل يعني بس دايما كلمة بحق إجاه النبي بنقولها لأ كلمة دي يعني مخالفة احنا بنقولها المصريين بيقولوا وعد انا فهم انه بتتقال لكن مش كل ما يقوله المصريين صحيح فبحق إجاه النبي دي فيها كلام يعني احنا مش عايزين نعمل نعمل قسم او نعمل حاجة او نعمل وعد بشيء يعني قد يقوم فيه مخالفة او قد يقوم فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى يعني هل نتعامل بقى مع ربنا ومع الرسول عليه السلام فالقصة لازم كل واحد ياخد قدره وياخد مكانته وما قدر الله حقا قدري لازم ناخد بالنا من الحكاة دي فسيدنا النبي عليه السلام لما ندخل عليه ونزوله نقوله السلام علي اننا المساوئ اللي بتحصل ارتفاع الصوت الجرح الناس بتزق بعضها كل ده ما ينفعش اه جوز ابدا اطلاقا بين نبي عليه السلام لأن لأن الأصل لأن نرفع أصواتنا بين ده النبي عليه السلام لأن في نداء تاني من نداءات الرحمن بيقول كده لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النبي ولا تجاروا لهم القول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم فيه عند عند رسول الله فأنت عند سيدنا النبي ما ينفعش إن كده ترفع صودك يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فإحنا محتاجين لما يكون عند سيدنا النبي يبقى عندنا بنتعامل بالأدب ونتعامل بالزوء ونتعامل بالهدوء إنما آخر حاجة ما أقدرش أقول أصحنا عندنا مثلا أقسمت عليك بكذا لا ما نقولش لا ما تنفعش لتألف حضرت سيدنا النبي عليه السلام بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ أشرف الفيل فاصل قصير ونعود أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدثة الاسمية باسم جمعية البر والتقوى المصرية لما تبحرنا في آيات التي تتحدث عن الإنفاق لقينا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني زي ما يقولو مشاهدا بالتوازي معه برضو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهما الشهداء وكأنه أجر الشهيد أو أجر المنفق في نفس منزلة أجر الشهيد مع الشهيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَهُنَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُونَ يأمن من الخوف ويأمن من الحزن الحزن عند القتل أو عند الشهادة الحزن عند الموت للمتصدق عند سكرات الموت ساعة سكرات الموت عند الشهيد أول ما يصوص تيجي تصيب أو السهم أنه سوف يقتل كأنها أحضان الملائكة تغرد أمامه فلا يحس بهذه الطلقة أو هذا السهم لأن روحه تصعد إلى الله تبارك وتعالى لأنه علم أنه مخلص في موته وسوف يكون شهيدا هكذا المتصدق يأخذ نفس الصفات عند سكرات الموت لا تستطيع الملائكة أن تكون عليه قوة وهو يأخذ الملائكة تأخذ روحه يعني شوفي حضرتك الملائكة عند الوفاة إذا جاءت سكرات الموت يأتي الملك فيقول له ابن آدم تفط لك المشرق والمغرب والسماوات والأرض لأجد لك لقمة تأكلها فلم أجد ثم يأتي آخر يا ابن آدم تفط لك المشرق والمغرب والسماوات والأرض لأجد لك شربة ماء تشربها فلم أجد ثم يدخل فالس فيقول يا ابن آدم تفط لك المشرق والمغرب والسماوات والأرض لأجد لك نفسا تتنفسه فلم أجد فإن كان شهيق فلا زفير وإن كان زفير فلا شهيق فنسأل الحق تبارك وتعالى أن يتولى قبض أرواحنا بيديك كيف يقصو رب العالمين وتقصو الملائكة الكرام عند نزع الأرواح إن كان للشهيد الذي ضحى بنفسه أو المتصدق الذي ضحى بماله كيف تقصو عند خروج الروح وكيف يقصى عليه عند دخول القبر وكيف يقصى عليه وهو واقف بين يديه رحمن الأرض والسماوات الله جميل طيب من ضمن الآيات الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيركز عليها فكرة المن والأذى فكرة أننا أنفق ناس كتير قوي بينفقوا إنما من يتبع انفقه بمنه أذى وأنا عملت لك وأنا يمجبت لك وأنا كذا وأنت وبيتمرش فيك كل نوعيات الكلام دي هي محرمة بشكل كبير جيد القضية التي تأخذها على عاتقها أستاذ دعاء فاروق في كل برامجها عندما تتحدث عن الخير والصدقات تقول الإخلاص وهكذا يقول رب العالمين تبارك وتعالى الإخلاص في كل عمل فاتقوا الله ما استطعتم إيه هو أن نتقي الله إننا نخاف من ربنا ونعمل بكتاب الله ولو كان معنا القليل فإن القليل يكون كثير اتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ثم نستعد ليوم الرحيل لو قلنا أنه ما فيش شهادة أو التوقيت ما فيش فيه تضحية بالنفس والروح إذن يبقى إحنا عندنا حاجة تانية إن إحنا نتصدق ولو بالقليل ولا نعلم القليل في يد الله كثير والقليل شوفي حضرتك الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له الصحابة يقولون يا رسول الله وهل يقترض ربنا لا ما نعملش زي اليهود لما قالوا يد الله مغلولة ربنا مش بخير الله فقير ونحن أغنياء لا إحنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كلنا بنبدأ التجارة مع رب العالمين الجنة هي حولنا أو هي مصدر الطاقة اللي إحنا نغيحنها لا ده مش الجنة بس جوار النبي تخيلي الجنة وجوار النبي كيف يبخل عنا رب العالمين بأن ننظر إلى وجهه الكريم تخيلي حضرتك فهم في عيشة راضية الناس دية أصحاب الصدقات في عيشة راضية في جنة عالية إن كانت العيشة راضية فما بل حضرتك العملين العيشة الراضية دية سبحانه وتعالى عما يصفون وإحنا في العشر الأواخر بالتأكيد فضل العشر الأواخر ده شيء يعني إحنا بنعلى قوي والثواب بيعلى والهمم والهمم بتاعلى وفكرة كمان إنه أي ليلة وطرية ممكن تبقى ليلة القد فبالتالي كمان محتاجين نعلي في فكرة الإنفاق وفكرة البذل يعني تخيلي حضرتك أنا عايزة أقول سيدنا عمر بن الخطاب يقول كلما جئت بذنب تصدقت حتى يمحو الله الذنب بالصدقة بصي حضرتك بقى حينما تقع الصدقة بين صيام وقراءة القرآن تخيلي في شهر القرآن الصدقة هنا بتطلع بنفس القدر اللي طلعت به الصلاة الصلاة في رمضان مضاعفة في الأجل وعايزة أقول إن لو كانت الفرض بواحد أو بجزء واحد في رمضان سبعين جزء تمام طيب ربنا بكريم تلتمائة جزء تمام إحنا خرجنا بقى العدد مع ربنا أصلاح متعمل مع ربنا ما بتعملش بعدد والله يضاعف لمن يشاء مضاعفة رب العالمين خرجت برا لا عدد طب إيه كمان والله واسع عليم إذن أنت دخلت في وسع رب العالمين في العطاء أعطيت كوبا من الماء حفلت بئرا من الماء تكون لك أنهارا في الجنة لأن عطاء الله لا ينفذ وسع كرسيه السماوات والأرض إن كان هذا الكرسي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو العطاء وقمة العطاء نرى في الآبار ونرى الخير ونرى الخير في الآبار نشوف حضرتك أدي إيه من فر ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بصين دلوقتي وإحنا في شاهد وعمدان أدي إيه محتاجينكم بيت مية وإحنا بمبص عليها ونقول بسم الله وعايزين نشربها ومستنين صلاة المرء يا رب اكرم كل من يسقي الناس أن تسقيه يوم القيامة يا رب العالمين يعني يا رب العالمين هنا الآبار فيه أعتقد جي الإسماعيلية نعم دي في الإسماعيلية وبئر من الآبار الثلاثية الآيوة والبئر ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني عايز أقول حضرك واقع بين بيوت كثيرة وخلف المسجد مدرسة من فضل ربنا سبحانه وتعالى ودي من ضمن الحاجات الحمد لله أنا كنت هناك بباشر الحفر بتاعها من فضل ربنا سبحانه وتعالى هم إحنا مكترين في الأول الناس كده حتى يعطر لكن إن شاء الله رب العالمين كل من سقى في هذا الأمر أسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيه يوم القيامة أنا عايز أقول لحضرتك حفظ الآبار من الصدقات التي لا تبارى لأن أكتر من حد بيستفيد منها بيستفيد منها حيواني يستفيد منها الطائر يستفيد منها النبات لأن النبات يعول عليه بعد كده بالإنبات والخير الكثير من فضل رب العالمين إن شاء الله رب العالمين إحنا ليه يوميا ممكن نكون بنتكلم على فكرة الآبار أو فكرة الإطعام أو فكرة كذا والله ممكن النهاردة دي سهم يدخل في قلب حد يحس إنه عايز يعمله وحد تاني مش ملتفت يجي التاني ده يحصل أي شيء يبقى مكروب يبقى عايز حاجة يدخل سهم في قلب ويقوله أنا ممكن أعمل ده على فكرة عشان أفك إذا فيه ناس أنا عايز أقول لحضرتك يعني لما بقعد معا صلا في ندوة أو في حاجة يقولولي أنت الكلام ده إحنا أول ما نسمعه موضوع الآبار ده شيء عجيب إحنا ما نعرفش إن الآبار برغم إننا بقلنا سنتين بنتكلم فيه ففيه ناس ممكن تضيقوا بقى يعني يا أنت كل يوم بتقولوا لا هو حضرتك الرسالة بتصل يعني لملايين ممكن ما تصلش النهاردة له ويبقى ربنا سبحانه وتعالى كاتب في وقته معين هو في عز احتياجه بهذه الرسالة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة ودي من ضد الحاجات اللي بفاجأ حضرتك بيها وطبعا أكيد حضرتك عرفاها ويمكن دي رسالة بقولها لسادة المشاهدين إن احنا بيشوف الحلقة أكثر من عشر مليون مشاهد تخيلي أكثر من عشر مليون مشاهد بيتصدقوا في هذا البرنامج منهم من يتصدق بالمال منهم من يتصدق بالدعاء منهم من يتصدق بقوته منهم من يتصدق بقضاء حوائج الناس ونعايز أقول وبكرر وإحنا على الآبار وإحنا وقفين قدامها أن هناك من الناس من لا يبذل بالمال ولكن يبذل بالدعاء اللوائف دلوقتي ده وبيشوف شربة المية وكان بيشربها قبل رمضان وحيشربها بعد رمضان وحيفطر بيها دلوقتي هذا هو صاحب الأمر الأكبر أو الأعلى حينما يدعو الله تبارك وتعالى يتصدق هو في شهر رمضان على الغني المتصدق يتصدق بدعوته له فينديه ويقبل الله منه الصيام ببركة هذه الشربة من الماء جميل وطبعا الشيء بالشيء يذكر ولا يوجد مثلا أي أرض زراعية في الدنيا تقدر تنبت والناس ترعاها وتطلع خير بدون ماء أنزلنا من السماء ماءا أنزلنا فهتزت كانت جامدة الأول تمام فهتزت وبدأت تتحرك بدأ كان هناك ذكر وهي جافة وزادت ذكر بوجود الماء مع الإنبات وازدهرت حتى تجد على فكرة الزرع بايح يمين وشمال أنه يسبح وإن من شيء إلا ويسبح بحمده الإنبات والزرع طبعا المزرع دي بتطلع خير كتير جدا أولا الناس اللي بيشتغلوا فيها كلهم دول بيشتغلوا باليومية بيكسبوا هما وأسرهم ممكن الستة تنزل ممكن الإبن ينزل وبالتالي بيقدروا يدخلوا دخل محترم طول في الأسبوع بياخدوا تقريبا وبتعنهم على مصاعب الحياة من العمل فيها عملا دقوبا يعني مثلا طول السنة لو شفنا الطماطم مثلا أسعار الطماطم بتتفاوت لكنها موجودة طول العام هناك أطعمة كثيرة طول العام في حاجات صيفي وفي حاجات شتوي فأنا عايزة أقول العمل دقوب ومستمر الناس تطعم اللي بيشتغلوا ابتداءا وبعد كده عربيات نقل بتيجي وبتنقل الخير دوت بتشوفي الناس دي كلها بتشتغل من إرش أو من صدقة أو من زكاة ويتفحها الناس والأرض نفسها وقف لذلك احنا بنقول احنا في العشوة الأواخر دلوقتي يا جماعة أنا عندي زكاة الصيام زكاة الصيام دي يا جماعة مش هنستنى لغاية قبل صلاة العيد علشان نتفحها لا ده فيه ناس دلوقتي عايزة تاخد زكاة الصيام إما طعام وإما ملابس أو فلوس علشان تلبس برضو في العيد وتفرح أصد حضرتك زكاة الفطر يعني زكاة الفطر زكاة الفطر من العشوة الأواخر لا دروقتي لا فيه ناس بتعملها لا ده احنا فيه ناس دفعتها أول جمدات عايزة أقول لنا دلوقتي مش يعني منتظرين إيه علشان نكمل زكوات المال هتبقى لحضرتك إذا الصدقات يلا بينا جماعة يلا الأرض موجودة والخير موجود ولم تنضب إلى يوم القيامة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محتاجين نفكركم بمطبخ الخير اللي كل يوم بنفكركم بيه هو شغال ومستمر والستات وقفين على قدم وساق بيطلعوا كام واجبة في اليوم أنا عايزة أقول لحضرتك إحنا يعني طول العام في مطبخ خير لكن الخطة عندنا إن إحنا يكون عندنا خمس تلاف واجبة يوميا واجبة يوميا تمام وبالضو عايزة أقول إن إحنا لا ينتهي العمل بإن إحنا نزيد من الشنط عايزين يا جماعة نخلي الناس كلها من فضل الله لغاية رمضان في خير وسعادة وهناء وأسأل الله أن يتقبل منا في أول ليلة من ليالي القدر يا رب العالمين بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ مصطفى فتحالة المتحدث رسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية بشكركم على حسن المتابعة أشوفكم على خير بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة